السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أضواء سهيل تقارير متنوعة من ربوع اليمن تشاهدونها في هذه الحلقة والتي نبدأها بأبرز العنوين أبيان بائعو الخضار على شفى الإفلاس والإنهيار تعز طبيب يصمم سيارة رياضية بمواصفات عالمية حضرموت مهرجان ترويجي للنخيل في موطنه القمرية درة تراثية تقاوم الاندثار شبوى مركز الأورام يأن من الإهمال أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد على طريقة الترويج وإعادة الاعتبار للنخلة والنخيل في واحد من أكبر مواطنه ووديانه احتضنت مادينة سيئون مهرجانا للتمور والنخيل وفي توجه زراعي يبدو أنه تأخر كثيرا المهرجان الذي بدى تظاهر توعوية وإرشادية بأهمية الاهتمام بزراعة النخيل وعدم ترك هذه الشجرة الباسقة عظيمة الخير والعطاء والبركة عرضة للاجتثاث والتجريف مهرجان حضرت فيه أنواع ومحاصيل النخيل منذ القدم والزمن الأول وبعض الأنواع الجديدة في موسمه وخريفه على وقع وإيقاع المروية الحضرامية الشهيرة ماشي كما التمر في الدار مشاهدين المزيد من التفاصيل نتابع تقرير فهمي بارماده النخلة والإنسان الحضرامي علاقة متأصلة منذ القدم كلاهما لا ينفكان عن بعض وفاء وعطاء وإخلاص على مدى قرون خلت وبالرغم من تعرض النخيل خلال السنوات الأخيرة لاجتثاث وإحراق جائرين إلا أن النخلة ما تزال حاضرة بأكثر من فعالية وفعل توعوي وتثقيفي هنا في حضراموت ففي مدينة سيئون حاضرة وادي حضراموت حضرت النخلة وبالتوازي مع مسمها بمهرجان للنخيل والتمور هدف لنشر الوعي المجتمعي بأهمية النخيل كقيمة ورمزية زراعية وأمن غذائي حاضر على الدوام أشيرة المباركة شيرة النخيل وعادة زيادة الوعي بها بشكل عام سواء في الإنتاج الغذائي أو في منتجات بشكل عام من هذه النخلة ونحاول أيضا نحيي زراعة هذه النخلة من خلال التوعية بها وأيضا زيادة الزراعها وانتشارها بشكل كبير نسعى إلى توسيع الرقعة الزراعية الخضراء لتواكب أيضا مع الاقتباء الغذائي من منتجات هذا النخلة بشكل كامل وأيضا التواكب أيضا مع الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان بشكل كامل وأيضا نحاول أيضا نسعد الرقعة ونحارب البناء العشوائي وأيضا التوسع العمراجي المهرجان الذي يعد من أهم رتائز التوعية بالاهتمام بزراعة النخيل والترويج لهذا المحصول في موطنه الذي يطلق عليه بلد النخيل برغم التحديات الزراعية الماثلة أجنحة المعرض تعددت بين عرض أصناف التمور التي يشتهر بها وادي حضرموت خصوصا تلك الأصناف القديمة والتي يعود زراعتها إلى زمن الأجداد أو الأصناف الجديدة منها التي زرعت مؤخرا جبنا عدة أنواع من التمور كما هو معروف أكثر من خمسين صرف موجودة في الوادي للتمور جبنا عدة أصناف منها الهجري ميمونة المديني الرقن الثالث هي دواكم عندنا في هذا الرقن جبنا فيه أشياء مفيدة صحة وجلوا أن واحدة من أنواع النخيل اللي هي نقلة دقلة النور مفيدة لأمراض السرطان مفيدة للبرس برضو استخرجنا منها حقها النواة حرقناها واستخرجنا منها كحل للعين مفيدة للتهابات العيون مفيدة للنظر مهم معروف أجداد أنه كانوا يستعملون النواة زيادة منسوب الوعي بأهمية النخيل والمحافظة عليه قضية لا بد أن تتصدر اهتمام الأهالي والمزارعين اليوم وأن يسود التنافس في زراعة أكبر قدر من النخيل وأن يجرم الزحف العمراني على الأراضي المخصصة للغطاء الأخضر وزراعة النخيل بالنسبة لنا كجمعية تريم التعاونية الزراعية تعتبر هذا المشاركة الأولى وواجهنا كثير من التحديات والصعوبات بالرغم أنها المحاولة الأولى إلا نحن أبدعنا نوعا ما في نوعية العرض الموجودة عندك خلال السنوات الفائتة أهملت النخلة زراعة وأقل اهتماما وتركت عرضة للجفاف والتجريف والآفات الزراعية فهل الآن الأوان للاهتمام بها وإعادة الاعتبار لصديق الشدة والسنوات العجاب فهم بارماده قناة سهين وادي حضر موت القمرية اليمنية هوية تراثية مشعة ومشبعة بالجمال والضوء واسم مشتاق من القمر دلالة وإشراق وضياء ناهيك عن كونها شكلا هندسيا مقوسا ودائريا يزين واجهة المنازل وشرفاتها ومع مرور الزمن شهدت القمرية تطورا ملحوظا في أشكالها وقوالبها وألوانها حتى أصبحت لوحة تشكيلية بديعة وشعارا ورمزا وهوية لثقافة والتراث والأصالة وفي ظل عالم متسارع بالعصرانة توجه القمرية تحديا وجوديا وتهديدا بالاندثار كغيرها من الجمالات والأنماط المعمارية وهو ما يتوجب المحافظة عليها كهوية وتراث وعدم التفريط بها والمساومة عليها للمزيد من التفاصيل نتابع تقرير حفظ الله الحصماني تراث حافل تحظى به اليمن مسندا وسدودا وقلاعا وحصونا وبناء معماريا تليدا ومشيدا وعصيا على الاندثار ومن السمات المعمارية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة القمرية التي تبدو كلاعة فنية أكثر إدهاشا وجمالا ومصدرا للضوء والنور والبهجة تبرى القمرية من المظاهر التاريخية ومن الموروث التاريخي العريق لليمن والذي أبدع الإنسان اليمني في إيجاد هذا النوع من الفن الذي أكاد لا يوجد في أي منطقة عربية تعتبر القمرية أيضا من الميزات الفن المعماري اليمني القديم الأصير والذي تميزت به بالذات صنعاء القديمة صنعاء الحاضرة التاريخية وصنعاء الأصالة صنعاء المعاصرة التي اليوم يكاد يندثر هذا الموروث بسبب عدة أسباب ضمنها التغيير الجديد والبناء الجديد والموروث الذي جاء من الخارج في إطار بنايات جديدة وإطار صناعات الأمنيوم والحديد وغير ذلك من أهم الأشياء التي غيرت النمط المعماري الأصيل وعلى الرغم من أن القمرية نوع من أنواع النوافذ المشبكة برخام أو بجص ابتكرت في اليمن قبل أربعة آلاف عام ومثلت إحدى أهم مميزات البناء المعماري اليمني قديما إلا أنها بدأت تتلاشى وتندثر جراء التشكيلات المعمارية الجديدة التي تحاول طمسها وتجاوزها قمرية هي تراث يمني قديم عريق منذ القدم وفي الوقت الحاضر بدأت تتلاشى بشكل كبير نلاحظ وجودها في المدن في البيوت بشكل قليل قلت لا نعرف ما هو أسباب وما هو ذلك واختفاء التراث يعني هذا يدل على عدم الحفاظ بالهوية اليمنية أو مثل هذا الشيء نحن ندعو الموضنين ندعو السكان على الحفاظ على مثل هذا التراث كونها طابع يمني أصيل وإلى جانب أن القمرية تعد تراثا جميلا إلا أنها تعد حرفة يدوية يقوم عليها حرفيون مهرة توارثوا صناعتها أبا عن جد لقرون عديدة وانتزعت القمرية اليمنية لذاتها حضورا متزايدا وهو ما أكسبها حضورا وحضوة كبيرة وأضحت حرفة ومهنة قائمة بذاتها أنشئت لصناعتها معامل خاصة ومثلت مصدر دخل لآلاف الأسر اليمنية أبدأ بصب القمرية يعني بمادة القص وثم أقوم بتخطيطها وأرجع أقوم بنحتها وبعدما أكمل بنحتها أخرجها إلى الشمس لمدة يومين تيبس وأرجع أقوم أزقيها وأنحتها من جديد وأخرجها إلى الشمس ثاني وأرجع مثلا بعدما أكمل أن أشتغل مثلا أقصقص عليها الزياج أرجع أخرجها إلى الشمس مرة أخرى وبسبب الحرفة يعني تواردتها من أبي يعني كنت أذهب معاه من معانا صغير جدا أتعلمتها معي وأصلكم التأثير مع أبي أشتغلها والله الصعوبات لأنهم أحملوا الماد مثلا شغل القمرية وأصبح شغلها يعني حقها المنتجات يعني غير موجودة في السوق فأصبح حتى المواد حقها غالية جدا ما تحصلهاش موجودة في السوق مثل ما تلقص والزياج يعني أكثر شيء يعني المعيق لها الزياج يعني ما تحصلهاش موجودة إلا في محافظات يعني نادرا وسعرها مرتفع جدا وبالرغم من هذا الإرث الطويل والمكانة السامقة إلا أن القمرية تتواجه اليوم تحديات كبيرة مع ظهور تصميمات حديثة تستبدل بالقمرية كالحديد والألمنيوم وغيرها من التشكيلات والأنماط الحديثة وبين صمود القمرية ومحاولات التجاوز الجديدة لهذه الصنعة العتيقة تبقى دعوات المحافظة على هذا الموروث من صميم وصلب الاعتزاز بالهوية والتراث في أبيان تتضاعف المعاناة الإنسانية كلما انخفض سعر العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأمر الذي ينعكس سلبا على أسعار المواد الغذائية وأسعار الخضار والفواكه تدهور وانهيار معيشي متزايد ألقى بظلاله على المستهلكين وباعة الخضار والفواكه وأجبر الأخيرين على تقليل المعروض في أكشاكهم ومفارشهم واقع لم يتوقف عند هذا الحد بل اضطر بعض الباعة على البيع بأسعار مخفضة حفاظا على آخر ما تبقى لديهم من أمل على العيش والبقاء في ظل الشلل الشرائي الذي أصاب الأسواق والحياة في مقتل مشاهدي الكرام للمزيد من التفاصيل نتابع تقرير عبير علي متأثرا بحالة الغلاء الذي يواصل اجتياح الأسواق في محافظة أبيان عمد تاجر الخضار والفاكهة عبد الرحمن محمد إلى إيقاف نشاطه وإخلاء متجره من البضائع التي بات توفيرها يتطلب دفع مبالغ باهظة وغير مسبوقة يقول عبد الرحمن إن التشبث بالمهنة التي قضى أكثر من عشرين عاما في مزاولتها بات غير ممكن فالخسائر المترتبة عليها لم تعد مقتصرة على ارتفاع أسعار المنتجات القادمة من خارج المحافظة لكن تكاليف النقل والأتاوات المفروضة على التجار تجعلهم مجبرين على رفع أسعار البضائع في حين أن تراجع قدرة المواطنين الشرائية تحول دون شرائها الأمر الذي يتسبب بحدوث خسائر متلاحقة تجعل الاستمرار في مزاولة النشاط مغامرة قد تعرض الكثيرين إلى الإفلاس تراجع المفارش على الغلا والسعر الزايد البرتغال كنا نشيله بستة ألف الآن البرتغال بأربعين ألف والطماط كنا نشيله بخمسة ألف اليوم بأربعين ألف والبصل كنا نشيله بخمسة ألف اليوم بخمسة وثلاثين ألف ماشي كل وضع الغلا الزايد تأثر العاملين في مهنة بيع الخضروات والفواكه بدى واضحا من خلال حالة الأسواق التي تشهد تراجعا في حجم المعروض من السلع الضرورية وعلى الرغم من ذلك فنسبة الطلب ما زالت متدنية كثيرا الأمر الذي تسبب في حدوث حالة ركود واضحة نتيجة عجز المواطنين عن شراء حاجياتهم اليومية يعني خضرة كما ذلك بال في ريال حبتين بطاط حبتين طماط وقرني بسبات بال في ريال سألكم بالله وين بيروح الشعب لا أعيش الله ولا قريبا بعتها لأنه تقدرش الله أبدا نعيش فيه لا طماط ولا نوصل ولا نحضر ولا أي حاجة كان وعاونا معك زيز اللي غالله وباقي الأكل في هذا السوق الشعبي بمدينة جعاري كبرى مدن المحافظة يرى هذا البائع أن الحفاظ على الزبائن جعله مضطرا للبيع بسعر أرخص مما هو عليه حال السوق ولم يعد مهتما بالحصول على أرباح كبيرة غير أن الإقبال ما زال متدنيا والحركة الشرائية تشهد تراجعا غير مسبوع أسعار هذه الأيام الخضراء الطماط غالي الطماط لأنه طماط يجي من داخل ساعدة إيجاره غالي وكل جوالي مع الصرف أن الصرف خمسمائة ألف ريال والمواطن لا يستطيع أن يتحمل هذه الأيام المواطن له حاجة ثلاث حبات طماط حبتين طماط الآن بخمسمائة ريال المواطن لا يرفض يشتري بهذا السعر وحنا نضطررين أصلا أن المواصلات والأسعار وبحسب مختصين فإن الركود الذي تعيشه الأسواق ناتج عن غياب الاستراتيجيات الزراعية وعدم اهتمام السلطات بمعالجة الاختلالات في القطاع الزراعي الذي سيضمن استغلاله رفض الكثير من الأسواق المحلية بمنتجات دائمة خصوصا وأن المحافظة واحدة من المحافظات الزراعية الشهيرة بجودة منتجاتها لبرنامج أضواء سهيل عبير علي محافظة أبيان بذات الشاكلة والنمط والشكل والتشكيل تمكن الموهوب والطبيب العسلي من تحويل وتصميم سيارته من نوع هونداي إلى سيارة رياضية الشهيرة تحمل اسم لامبورجيني في مهمة أخذت منه قرابة أكثر من عامين العسلي المنحدر من مدينة تعز المحاصرة قبل أن يكون مهندسا وصاحب هذه البصمة التصميمية والفنية هو طبيب أسنان لكن شغفه قاده إلى هذه التجربة التي أصبحت محل إبهار وثناء وتقدير ومع كل جولة في شوارع المدينة للمبورجيني يطير إلى أذهال الناس ويلمع في مخيلاتهم اسم العسلي المصمم والعقل المدبر لهذه السيارة التي نحت فكرتها في رأسه وعمل عليها حتى غدت فكرة ناجزة وماثلة للعيان مشاهد الكرام للمزيد من التفاصيل حول هذا الطبيب المبدع نتابع تقرير أحمد مكيبر من سيارة هنداي إلى سيارة رمبرجيني الرياضية بعد عامين ونصف من العمل والتصميم والإخراج إلى النور بإصرار وعزيمة الدكتور أحمد العسلي القادم إلى الابتكار والتطوير من البوابة الطبية بالنسبة للربط ما بين طب الأسنان وما بين الهندسة والله هذا هو حلمي ومنذ الطفولة وهذه هويتي منذ الطفولة يعني أنا صنع سيارات لكن بالمقابل أنا اخترت طب الأسنان يعني كذا كل الأسرة وكل الأهلة ليش ما تقرب أنك تدخل طب الأسنان فدخل طب الأسنان وقبلت بجامعة طب الأسنان جامعة الدمار وواصلت وبنفس الوقت طب الأسنان هو عبارة عن هندسة هو عبارة عن أنك تكون دكتور ومهندس وممثل دينتست يعني هذا اختصار كلمة دينتست تمام فقالي في الأسنان مش يعني مقال طبي بحت هو مقال كمان هندسي العسل أحد أبناء مدينة تعز والدكتور المثابر في عيادته والذي استطاع تركيب وتصميم هذه السيارة الرياضية التي أصبحت حديث الشارع والمدينة والله هي هواية من ضد صغار تصنيع السيارة هي هواية من ضد صغار لكن لما استطعنا أن نمتلك الجانب المادي حاولنا أن نحن نطدق أحلامنا إلى الواقع وكانت هذه السيارة يعني هذه السيارة اخترنا أغلى سيارة بالعالم واخترنا أصعب تصميم بالعالم عشان نصمم ماثريدي ونترقم على الواقع والحمد لله استعنت بمهندسين واستعنت بمصممين تمام؟ وكلفنا ذلك وقت كثير التقريبة المدهشة لم تكلل بالنقاح إلا بعد محاولات عديدة وقهد كثيف للعسل وبمساعدة عدد من رفاقه الذين استطاعوا تحويل هذه السيارة العادية إلى نوع آخر ملفت ومختلف تماما بالنسبة للسيارة هي كانت سيارة هنداي تيبرون 2008 فقمنا بإزالة الهيكل الخارقي كامل بالنسبة لها ووظفنا لها تعديلات بالنسبة لأبواب بالنسبة للمكينة بالنسبة لناقل السرعة لهولي سبيد فهذه السيارة هي عبارة عن لمبرغيني 2022 بتصميم 22 فهي غالية الثمن فهذه السيارة ليست موجودة بالشرق الأوسط إلا بدبي كعار وظهرت آخرا بسعودية فهم يستغروا أن هذه السيارة موجودة هنا فهي عبارة عن شكل هندسي عقيب يعني يشوفوه أول مرة بمدينة تائز يقول العسل إن عددا من الأفكار تصميمية تشغل باله ويود الاشتغال عليها خصوصا ما يتعلق بتطوير وتحويل المركبات من نوع إلى آخر لكنه يجد صعوبة في الحصول على الإمكانيات اللازمة بالنسبة كطموح وإنقاذ أتمنى من الدولة نتهتم بهذا القانب وتحول هذه الفكرة إلى خط إنتاج تماما طموحي أن تكون اليمن مصنعة للسيارات دولة مصنعة للسيارات بتصاميم بتصاميم قدابة بتصاميم عصرية وما ينقص نحناش أي حاجة ينقص نحن فقط الدعم وبنبني اليمن وتكون دولة مزدهرة نجاح باهر في تصميم هذه المركبة تؤكد بجلاء على عبقرية اليمني وصفاء ذهنه ونبوغ موهبته رغم كل الظروف المعقدة والمحيطة أحمد مكيبر لأضواء سهيل تعز في شبوة مثل إنشاء مركز الأورام بارقة أمل لمرضى السرطان كمركز يقدم خدماته ويختصر على المرضى مشقة السفر والعناء إلى خارج المحافظة غير أن المركز المنقذ وبصيص الرحاية والأمل ظل يعاني هو الآخر ويشكو من انعدام الكهرباء وغياب البحاليل والأدوية اللازمة وبات عاجزا بكل أسن عن تقديم خدماته لرواده ومرضى انتكاسة طبية لمركز الأورام وتراجع مخيف ومؤسف في تقديم خدماته الأمر الذي يفاقم من معاناة مرضى السرطان ويفقدهم آخر ملاذات الرعاية ويجعل من معاناتهم مفتوحة حالها أسوأ الاحتمالات مشاهدي الكرام للمزيد من التفاصيل نتابع تقرير حسن البوريكي مرضى السرطان في شبوة لا يبدو المرض على قسوته إلا يزءا من معاناتهم المتمثلة في انعنام الأدوية الضرورية وانقطاع التيار الكهربائي عن مركز الأورام الوحيد في مدينة عتق مركز وواجهة المحافظة مركز الأورام الذي يعد الملاذ الوحيد لمرضى السرطان في المحافظة يستقبل العشرات من المرضى يوميا لكنه يعاني من نقص حاد في الأدوية والعلاجات اللازمة والأجهزة الضرورية بما في ذلك الجرعات الكيموية كما أن الإنقطاع المستمر للكهرباء يؤدي إلى تعطيل الأجهزة التبية الحيوية المستخدمة في علاج المرضى مما يفاق منصعوبة تقريم الرعاية التبية المطلوبة المركز بحاجة إلى مساعدة وبعض الدعم بناحية المعاناة التي يعانيها المركز مثلا انقطاع التيار الكهربائي ونحن نأتي إلى مناطق بعيدة المركز تحمل أدة مديرية أغلب المديريات في الشبوة كلهم يتعالجوا هنا ونطلب من الجهات المختصة والدعمين وصعب اليد البيضة أن يساندوا هذا المركز ويدعموه كونها مركز يحتاج للخدمة الإنسانية بالنسبة للعلاجات أغلب العلاجات من توفره ولكن بعض العلاجات مش موجودة أحيانا نأتي إلى هنا وما ننقل بعض الأدوية المطلوبة لكن الحمد لله المركز يحاول وعلى قد استطاعته أن نقدم خدمات لجميع المرضى وفي ظل هذه الظروف يوجه المرضى وعائلاتهم نداءات عاجلة للجهات المختصة والمنظمات الإنسانية بسرعة التدخل وتقديم الدعم المبقي على قيد الرعاية والعلاج ومع تزايد الأعداد المتوافدة على المركز بات من الضروري تلبية الاحتياجات الملحى لهذه الفئة الضعيفة وتوفير الظروف الملائمة لضمان استمرار خدمات الرعاية الصحية المجانية التي يقدمها المركز نحن في المركز الوطني للاجل أوران في محافظة شبوة نستقبل عديد من المرضى من محافظة شبوة ومن عدد من محافظات المجاورة محافظة تبيان ومحافظة البيضاء وأيضا من مارب ونقدم خدمة للمرضى بشكل مجاني كامل حيث بلق عدد المرضى المسجلي لدينا لنهاية شهر يوليو 2024 2533 مريض سجلت خلال هذا العام 154 حالة عدد المرضى عندنا في تزايد المصابين بمرض السرطان وبدأ المركز بسبب تزايد عدد المرضى والساعة السريرية ثابتة للمركز فبدأ في تزايد وضيق في المكان نحن بحاجة لبناء مركز جديد أو بناء توسع وبناء مركز جديد لكي يستقبل جميع المرضى وأيضا عندنا شح شوية في بعض العلاجات الكيموية بسبب غلاء الأسعار مرضى السرطان من مختلف الفئات انقطعت به السبل وباتت حياتهم مهددة بعد انقطاع الخدمات والمستلزمات اللازمة فهل سيجدون من يمد لهم يد الإنقاذ والعون أم سيتركون لمواجهة مصيرهم فاصل ونتابع بعده اللجنة الأولمبية ربع قرن من العدمية عبدالغالي الشاميري رحيل مبكر لفارس الإعلام والدبلوماسية رحيل مبكر موسيقى 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 أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد استنكر صحفيون وناشطون يمنيون قيام ميليشي الحوثي بتغيير شارع الزبيري في صنعاء حيث اعتبر محاولات التغيير والطمس توجه سلالي وليس حبا في القائد الفلسطيني اسماعيل هنية وفي هذا الصدد تفاعل الناشط مشير النمر بقوله تغير اسم شارع الزبيري في العاصمة صنعاء أو تغير اسم شارع الزبيري في العاصمة صنعاء محاولة من ميليشيات الحوثي لينها ملامح الجمهورية ورموزها من وجه العاصمة صنعاء ولكن مهما حاولت ذلك لن تستطيع فعل شيء سيبقى اسم شارع الزبيري كما هو راسخ في عقول اليمنيين من جهة غرد الصحقي إبراهيم عصقين بالقول اليمنيون ما زالوا اليوم أو لليوم بيقولوا لكل قوارير المياه المعدنية ما الصحة لأنه في بداية الثمانينيات كانت في ماركا لأول مياه معدنية نزلت الأسواق بهذا الاسم والحوثيين الأغبياء معتقدين أنهم بيقدروا يغيروا اسم شارع الزبيري لإسم آخر أما وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان فكتب بسبب هذا الكتاب يحقدون عليه ويريدون تغيير اسم شارع الزبيري العنوان يلخص الكتاب ويلخص مأساة شعب كتب الزبيري هذا الكتاب قبل ثمانين عاما في الفين واربعة طبعت من هذا الكتاب عشرين ألف نسخة وارسلت إلى صعد عشرة ألاف نسخة لتوزيعها مجانا سيارة ديانا كاملة أشرفت على شحنها بنفسي أما فضل المريسي فقال ميليشيا إيران الحوتية الإيرانية تغير اسم شارع الزبيري باسم إسماعي الهنية ليس حبا في هنية ولكن كرها في الزبيري والله إن عاد الشهيد إسماعي الهنية من قبره ما قبل هذا رحمهم الله تعالى واللعنة على المجوس أذنب إيران الحوتية من جهته تفاعل الدكتور حسن القطوي بالقول في جريمة جديدة تستهدف رموز التورة اليمنية ميليشيا الحوتي تغير اسم شارع الزبيري أحد رموز ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الفين وتسعمائة واثنين وستين إلى شارع إسماعيل هنية في صنعاء وتتاجر بالقضية الفلسطينية لخدمة أهدافها الخبيثة لتمسي الهوية الوطنية والنيل من رموز اليمن منذ إنشائها قبل أكثر من خمسة وعشرين عاما لم تحقق اللجنة الأولمبية أي إنجاز يكاد يذكر عدى محاولات تسجيل حضور والاحتفاظ بالمقعد سرعان ما يتحول ذلك إلى سيل من التهكم والسخرية سبع مشاركات أولمبية وذات النتائج الصفرية التي لم تغير شيئا في أداء اللجنة أو تساعدها على تقييم وتغيير طريقة مشاركاتها والاستعداد والتحضير قبل التفكير في حضور أي نسخة مقامة أداء وحضور رياضي مخجل وحرص غير مفهوم وغير مبرر على تكريس وتكرار الفشل دون أن يرف جفن للمعانيين أو وجود توجه لإنهاء هذه المهازل والإطاحة بالفشل المخيم مشاهدي الكرام للمزيد من التفاصيل نتابع تقرير عبد الرحمن المجمر اللجنة الأولمبية اليمنية ربع قرن من الفشل الرياضي المتعاقب ودون حسيب أو رقيب هذه التوطئة ليست تجنيا أو تحاملا أو تتبعا لتعثر أو طارئ بل واقع وشهادة وفاة للجنة الأولمبية إنجاز التوصيف سبع مشاركات يمنية في الأولمبياد كانت نتائجها تعطي نتيجة صفرية مخزية ومخيبة للآمال فمن أولمبياد سيدني إلى أثينا مرور ببكين وصول إلى لندن وبعدها ريو دي جانيرو وحتى توكيو وختاما في باريس أموال تقدر بملايين الدولارات بددت على اللينة الأولمبية الرياضية اليمنية لكن لم نرى لها جعجعة ولا طحناء وإنما فشل يعقبه فشل الرياضيون المشاركون الذين يتحملون تبعات نفسية ومعنوية نتيجة هذه المشاركات التي ترتد عليهم بنتائج عكسية بينما هم في حقيقة الأمر قبل أن يصلوا للمشاركة يعانون ويتمنون الحصول على معسكر تدريبي ملائم دون جدوى بئثة اليمن المشاركة في أولمبياد باريس التي كان إداريها أكثر من المشاركين في الألعاب أو ما عرف بالإدارة المسبعة في إشارة إلى الإداريين السبعة فيما عدد المشاركين كانوا أربعة جميعهم غادروا بوفاض خال عدا من رفع علم بلاده غداة الافتتاح ومع كل نسخة أولمبية ومشاركة يمنية يتساءل الوسط الرياضي لماذا كل التساهل والتغاضي والتجاهل وترك الأمور على ماهيتها من الفشل دون أي شعور بالخجل والمسؤولية في محافظة المهرة تظاهرة ثقافية هي الأولى من نوعها على إيقاع وشرف معرض الكتاب الأول في المحافظة التي تحفل أو تحتفل بإرث ثقافي وتراثي وتسابق الزمن في مسيرة الإنبعاث والنور في زمن التقهقري والحرب المعرض الذي نظمته جامعة المهرة كباكورة أنشطة الجامعة حديثة الانطلاق والتأسيس وفي توقيت متوازن مع مناشط وفعاليات ثقافية وتراثية تعزز من مكانة وحضور المهرة لغة وإرت وتراث وهوية معرض أول للكتاب يعيد الاعتبار للكتاب ويتيح لهواة القراءة والاطلاع أخذ الفكر والمعرفة من بين ثنايا الكتاب ويعيد الزخم والتنافس لمعارض الكتاب المحلية التي أضحت تأخذ طابعا وتقليدا سنويا برغم كل الخراب والجهل المحيطين مشاهدين المزيد من التفاصيل نتابع تقرير أحمد الحرازي في الوقت الذي كان البعض يكتفي بالاطلاع على الإنترنت وقراءة الكتب الإكترونية إلا أن التطور التكنولوجي لم يلغي قيمة الكتاب وحاجة المجتمع للتزود بالمعرفة والعودة إلى زمن وعهد الكتاب الجميل ذاك واقع وحنين متجدد لكن أن يقام المعرض الأول للكتاب في المهرة بوابة البلاد وأقصى شرقها فهو حدث له دلالته وقيمته زمانا ومكانا زيادة الزوار لهذا المعرض زيادة الوعي للقراءة أهم هدف لإقامة هذا المعرض هو إحياء القراءة في نفوس الناس في نفوس الشباب في نفوس النساء في نفوس الأطفال ليكون الكتاب ليعود إلينا الكتاب مرة أخرى بعد أن انشغلنا ب أجهزة التواصل الاجتماعي فنعود إلى كتابنا وكما قال الشاعر وخير جليس في زمان كتابه نعمل تعميم ونوجه كل المدارس في التعليم الأساسي والثنوي أن يقوموا بتنظيم رحلات لزيارة المعرض لجميع المدارس في مديرية الغيظة وحتى في المديريات الأخرى فالمحافظة التي ظلت عرضة للتهميش ومحاولة تغييب دور أبنائها تتصدر اليوم واجهة المشهد الثقافي لتعكس مدى الوعي المجتمعي وإقبالها اللافت على هذا المعرض الذي نظمته جامعة المهر الوليد لأول مرة وما يمثله من رسالة لبقية المحافظات الأخرى معرض الكتاب الذي يضم آلاف الكتب المتنوعة جاء فرصة وتلبية لعشاق القراءة والكتاب في المحافظة إلا أن أسعارها مثلت تحديا أمام فئات الدخل المحدود أهل لا تعوض ولا تفوت نتمنى يعني من أبناء محافظة المهرة سواء اللي في الغيظة ولا في خارج الغيظة أننا لا يفوتون هذه الفرصة القراءة تراها تنمي العقل تنمي مدارك الإنسان كيف نريد نتطور وإحنا ما نقرأ سعداء بحضورنا معرض الكتاب الذي أقامته جامعة المهرة بالتنسيق مع هيئة الكتب صراحة فعالية جديدة ومهمة جدا لإثراء القراءة لدى المجتمع المهري هكذا فعاليات نؤيدها ونشجعها لاكتساب المعلومة والقراءة هي أهم عنصر من عناصر التثقيف النفسي والمعنوي لدى المجتمع وإلى جانب هذا المعرض والتظاهرة المعرفية والثقافية كان لجامعتي المهرة والعلوم والتكنولوجيا مشاركات في المعرض من خلال تقديم إصدارات مركز اللغة المهرية للزوار وتزويدهم بالمعارف الخاصة بالمحافظة حدث ومهرجان ثقافي وتنوري أضحى واقعا وماثلا اليوم برغم تحديات واقع المشهد الثقافي عموما وسط مطالبات بإرساء هذه التظاهرة كتقليد سنوي وفتح المجال أمام المبدعين للتنافس في تدوين وتوثيق تاريخ وتراث وعراقة المحافظة أحمد الحرازي لبرنامج أضواء سهيل محافظة المهرأة أرقام وإحصاءات ضحايا السواعق الرعدية والسيول تثير الفزع في هذا العام بما خلفت وحصدت من وفيات بالعشرات وبما راكمت من خسائر في الأرواح والممتلكات وعقبا بعد كل كارثة ومأسار وأرقام متزايدة يحضر تساؤل كيف يمكن الحد والتقليل من آثار وتبعات هذه الكوارث وما هي العوامل والتحذيرات التي يتوجب اتباعها للبقاء على قيد الأمان والسلامة جملة من الإرشادات مشاهد الكرام والتحذيرات والمحاذير ينصح بالالتزام بها حيال السواعق الرعدية والنجاة والسلامة من كوارث السيول والفيضانات وغيرها من الكوارث المناخية والطبيعية مشاهدنا فلنتابع سويا فقرة وعي موقع اليمن المناخي يمتاز بغزارة الأمطار صيفا وخريفا مما ينعكس ذلك سلبا وإجابا على ساكني البلد الواقع في جنوب شبه الجزيرة العربية وما أن يأتي موسم الأمطار وتبرق الرعود ويهل الخير إلا ويرافق ذلك ضحايا وخسائر بشرية ومادية جراء الصواعق الرعدية أو السيول والانهيارات الصخرية وخلال السنوات الأخيرة ورسيما هذا العام تسببت الصواعق الرعدية في وفاة العشرات من مختلف المحافظات اليمنية في حصيلة ما تزال مستمرة ومفتوحة طبعا تمر اليمن حاليا بالمنخفضة الجوي أيضا أن هذا الموسم هو موسم أمطار بالنسبة لليمن معتاد عليه إلا أن هذا العام ربما كان هو الأكثر ضررا من العام السابقة وخاصة في حالات الوفاة والإصابة التي تسببتها الصواعق الرعدية حسب حصائيات أخيرة أكثر من خمسين مصاب في الصواعق الرعدية في مختلف محافظات الجمهورية فضلا عن الحوادث الوفاة التي تسببت فيها السيول الجارفة التي أدت إلى يعني جرف كثير من المنازل وتهدمت عدد من المنازل هنا في مارب لو تحدثنا في مارب حسب حصائية الوحدة التنفيذية ربما أكثر من 2700 منزل خاصة السكان المخيمات تهدمت بسبب السيول وليس فقط حسب السيول وإنما كانت هناك المضار رافقتها رياح عاتية أدت إلى اقتلاء هذه المخيمات وفضلا عن الصواعق الرعدية كما ذكرنا وللصواعق الرعدية أسبابها ومن بين ذلك استخدام الهواتف أو أسلاك التلفاز وغيرها من الاستخدامات الكهربائية والمعدنية بما يتوجب أخذ الحيطة والحذر من السيول بعدم البناء في مجاريها وعدم المخاطرة في العبور أثناء السيول الجارفة والكبيرة هناك تحذيرات من قبل مركز الرصادة الجوية للمواطنين بتجنب ماكن السيول أيضا هناك تحذيرات من قبل مختصين بالنسبة للصواعق الرعدية يتجنبها المواطنين أثناء نزول المطر وأثناء السواعق الرعدية منها على سبيل المثال والتي هو على رأسها عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء البروق أو أثناء السواعق الرعدية أيضا عدم الجلس في مفردة في أماكن الصحراء أيضا عدم استخدام الأكترونيات في المنزل أثناء المطر أو عدم الاستحمام وقت البروق كون ذلك تؤدي إلى يعني التصاق بالنسبة للبروق وهناك يعني نصائح بتجنب البروق منها على سبيل المثال إذا حصل هناك بروق أن يكون يستضل تحت شجرة إذا كان ثابتا يقف في مكانه أن لا يمشي منفردا يكون لديه يعني مرافق في حالة كان الصحراء ونسأل الله السلامة والعافية لجميع اليمنيين وتلعب تحذيرات الأرصاد الجوية دورا مهما في الوعي والتحذير من التعرض للمخاطر والتهلكة في مواسم الأمطار وضرب حدوث المنخفاضات الجوية إلا أن التساهل بتلك التحذيرات قد يقود لنتائج عكسية ووخيمة في بلد لم يتوقف عن نزيف رجالاته وأصفى عقوله يرحل عبدالغني الشميري أحد رواد وفرسان الإعلام والدبلوماسية في ريعان عمره وعطائه ككل الذين رحلوا اتباع وخلدوا مآثر تفوق سنوات أعمارهم بكثير وكثيرة ضوء متفرد جاء الشميري لحياته ومسيرته المهنية كعقلية فدة تدرك وتعرف ماذا تريد أن تعمل وكليلة قدر وحظ باسم بالنسبة للكثير من من أخذ بأيديهم معلمهم بكل نبل مهنة الصيد والاستياد ومن وحي تجربته الإعلامية والدبلوماسية منح الشميري لكل مهم قيمة ولكل تجربة بصمة وتألق ونحة في الصخر ووجد أثرا وفارقا بكل صمت وغادر ومكانه شاغرة وقد ملأ وسد كل الأمكن في حياته ومسيرته مشاهد الكرام للمزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي موسيقى في أوجي عطائه الإعلامي والدبلوماسي رحل الدكتور عبدالغاني الشميري باكرا بعد مسيرة عطاء ملأ خلالها زمان هو المكان حضورا وعطاء وإخلاصا وتفرد في العام سبعة وستين ولد الدكتور شميري في تعز وحصل على البكالاريوس في الإذاعة والتلفزيون في عام سبعة وثمانين من جامعة الملك سعود في الرياض ومن ثم بدأ مشواره المهني كمعد برامج في تلفزيون اليمن عام تسعين وتدرج في عمله حتى عين مديرا عاما للمؤسسة العامة لإذاعة والتلفزيون وفي مطلع الألفية الثالثة عين رئيسا لقطاع التلفزيون الرسمي في تتويج لنجاحات الرجل وحنكته وحسن عذارته وكفاعته وعقليته الفذة المستنيرة التي انفتحت وفتحت الأبواب لكل المبدعين وأخذت بأيديهم إلى التمييز والنجومية وخلال رئاسته لقطاع الفضائية الأولى نقلت تلفزيون الرسمي من الجمود والرتابة منحازا لمهنته ورسالته جامعا بين البشاشة والتوضع ولين الجانب والصرمة والحزم وحسن عذارة الموقف والأمور وبعد موادرته للإعلام الرسمي أرسل فقيد الراحل أولى لبناءة وأسس الإعلام التلفزيوني الأهلي وقاد تجربة جديدة رافدا تجربته وشاشته بوجوه مرموقة وبارزة كصنوه ورفيق دربه فارس الإعلام والميدان يحيى علعو في العام الفين وثمانية عشر قين سفيرا لليمن في اندونوسيا وهنا شق تجربة جديدة في السلك الدبلوماسي وهو السلك الذي أثبت فائليته وأبرزه شخصية دبلوماسية محنكة وذات بصمات وازنة ومشهودة وقبيل أيام أعلن عن رحيل الشخصية الإعلامية والدبلوماسية وتحولت المنصات إلى ساحة نعي واسعة ومفتوحة تعدد المآثر والمناقب وتحكي عن رحيل مفجوع وباكر لكن بصيرة جليلة وجلية مكتملة وفائضة غير منقوصة الحمد الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمسلين وعلى آله وصحابه الطيبين اجمعين آمين العالمين في البدء حقيقة نوجه الشكر الجزيل والامتنان الفائق لكل الإخوة الذين ساهموا في إخراج هذه الفكرة إلى النور وبهذا مشاهدي الكرام نختم معكم حلقتنا لهذا الأسبوع من أضواء سهيل نشكركم على طيب المتابعة دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة